حسب عدة مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية تؤكد بأن شاكيل فان بيرسي ابن الأسطورة الولندية روبين فان بيرسي لديه رغبة كبيرة من أجل حمل قميص المنتقب المغربي بزاف الناس سيقولون كيف تلاعب الأب ولندي وبالإضافة كيف تعتبر من أفضل مواجه من اللي تازه في منتقب ولندا كيف الابن سيلاعب مع المغرب و سيجعل ولندا وهذا هو الموضوع الأساسي ديالنا في هذا الفيديو و سنعرفه ما هو بعد شاكيل فان بيرسي والمستويات اللي يقدم مع النادي دياله وبالإضافة سنعطيكم العوامل اللي خلته يختار المغرب بدل من هولندا وبحال ديمة إلا بغيت تعرفوا التفاصيل تفرجوا في هذا الفيديو و قبل ما أخليكم مع الفيديو ما تنسوا تضللونا لايك الفيديو والاشتراك في القناة ما أبقى لنا و نكملو 20 ألف متابع على القناة بل ما نطوع عليكم بزاف نخليكم مع الفيديو قبل ما أخليكم مع الفيديو يجبت لكم توكيو توكيو كي قد في ريفيف الكمتات دير انستغرام أي واحد بغي في ريفيف الكمتات دير انستغرام دياله يدوز عنده هذا واتساب دياله وهذا انستغرام دياله قولوا له من الطرف عمال و غادي دير معكم واحد معامل اللي يزوينا بزاف على حسابي أول عامل اللي خلق شاكيل فان بيرسي ابن الأسطورة الولندية روبن فان بيرسي اختار المغرب بدل هولندا هي الأم دياله المغربية بوشرا فان بيرسي علما انها كبرت في هولندا ولكن عندها حب كبير الموطن ديالها المغرب وهذه الحب نقلاته احتق لولادها وبالإضافة اسماتهم اسماء مسلمة الابن ديالها شاكيل والابن ديالها دينا وحسب عدة مصادر هولندية أكدت بأن روبن فان بيرسي دخل للإسلام وذلك بسبب زوجته المغربية بوشرة واحد نهار في واحد الانترفيو ديال روبن فان بيرسي قال بأنه ما كيددخرش في الاختيار دياله سوى أنه اختار المغرب ولا اختار هولندا هو ما كيددخرش في الاختيار دياله علما انه هولندي وديجا لعف منتخب هولندا والتاني عامل اللي خلق شاكيل فان بيرسي اختار المغرب بدل هولندا هو عدم استدعاء اللاعب لكأس أمم أوروبا لشبان مع منتخب هولندا علما ان اللاعب يقدم مستويات كبيرة مع شبان فاينورد الولندي وبسبب الاهمال دياله اللاعب مباشرة قام بمتابعة حساب المنتخب المغربي وقام بالتواصل مع الجامعة الملكية المغربية وقال لهم بأنه متساعد من أجل تلبية نداء الوطن الآخر عامل اللي تعتبر من العوامل الأساسية اللي خلق شاكيل فان بيرسي اختار المغرب هو الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر هذا الإنجاز قناع بزاف المواهل مزدوجين الجنسية أنهم يختاروا المغرب بدل من بلد المهجر اخوان بغيت نقول لكم وصلنا إلى نهاية الفيديو وكان هذا هو الفيديو ديالنا وهذه هي العوامل اللي خلت شاكيل فان بيرسي يختار المغرب بدل من هولندا بغيت نقول لكم لا تنسوا تجدروننا لايك الفيديو والاشتراك في القناة دومتم في خلالة واطلقوا ان شاء الله فيديو جديد